الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت درينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس جزر القمر غزالي عثماني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حارص في مستهل الاتصال على تهنيئة الرئيس القمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمستدامة في مساعدة الهلال الأحمر المصري تم إجلاء عدد من الجرحى والمرضى الفلسطينيين بمطار العريش قبل السفر للإمارات وتواصل الدولة جهودها بالتعاون مع كافة الأطراف لدعم الأشقاء الفلسطينيين وإيصال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة وكذلك استقبال المصابين ونقلهم للمستشفيات أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقديره لدور مصر وموقفها المتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني ومقاومته برفض وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود مصر مع قطاع غزة وإفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني وأكد هنية تقديره لدور مصر وقطر في السعي للتوصلي لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة عن طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي كما لفت رئيس المكتب السياسي لحماس إلا أن الحركة تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار طلقته بعد اجتماع باريس مؤكدا أنه سيزور القاهرة لبحث هذا المقترح نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير في حماس قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل ثلاث مراحل وأوضح مسؤول حماس أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى في حين تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح كل المجندين والمجندات مشيرا إلى أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد والمسألة متروكة لعملية التفاوض وأشارت رويترز إلى أن تصريحات مسؤول حماس توضح أن المرحلة الثالثة تشمل تسليم الجثامين وأن كل العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده بينهم ضابط بردبة رائد في اشتباكات عنيفة بقطاع غزة يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال أنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بأدف تدمير شبكة الأنفاق المترمية تحت الأرض وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن حوالي 80% من شبكة أنفاق حماس المتشعبة تحت غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من جود إسرائيل لتدميرها دفنت عشرات الجثامين لشهداء فلسطينيين مجهولين في مقبرة جماعية في قطاع غزة بعد أن سلمتها قوات الاحتلال وكانت تحتجزها في إسرائيل وقال مسؤولون فلسطينيون أن الجثث تشمل ضحايا العدوان الإسرائيلي وجثثا استخرجتها القوات الإسرائيلية من المقابر أثناء توغلها في غزة عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش اجتماعا مع ممثل الدول المانحة في مقر الأمم المتحدة وبحسب مصادر بالأمم المتحدة تناول الاجتماع تداعيات الاتهامات الاثنى عشر موظفا في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواه متورطين في هجوم السابع من أكتوبر هذا وقد أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان المشترك أن قطع التمويل عن الأنرواه ستكون له عواقب كارثية على غزة سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا كبيرا أمس بأكثر من 535 ألف زائر ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن لنحو مليوني زائر خلال ستة أيام من فتح أبوابه للجمهور وثمنت الدكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة حرص الجمهور على حضور المعرض بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين واقتراب العدد من المليون الثاني خلال ستة أيام انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل